اشتركوا في القناة والاتحاد العربي للتطوع وخلال الحفلة أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة أن البحرين بلد كبير بطموحاته وتطلعاته إلى المستقبل بفضل تكاتف أبنائه خلف قيادة جلالة الملك المفدى ودعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء وبمتابعة سمو ولي العهد ورفع سموه أسماءات الشكر والتقدير إلى سمو رئيس الوزراء على مساندته ودعمه المتواصل للجهود الإنسانية كما رفع أسماءات العرفان إلى سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على جهوده وتوجيهاته السديدة في دعم مسيرة الجائزة وأكد سموه أن قيم العطاء الأصيلة ترسخت في نفوس أبناء البحرين من خلال الدعم المستمر للعمل الأهلي والخيري والتطوعي الذي أثمر عن العديد من المبادرات النوعية التي تخدم أبناء المجتمع في النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية وأكد سموه أن اللقاء السنوية لتوزيع الجائزة مناسبة مهمة للارتقاء والالتقاء برواد العمل التطوعي في الوطن العربي الذين أثروا عالمنا بجهودهم التي تحمي السلم الاجتماعي من خلال مساعد دول في سد احتياجات بعض الفئات وأنوها سموه بدور الاتحاد العربي للتطوع في خلق شراكات بين منظمات المجتمع المدني العربية المعنية بالعمل التطوعي كما أشهدها بدور جامعة الدول العربية في دعم المجتمع الاهلي في العالم العربي وأسهامها في إنجاح الجائزة من جانبها أشهدت الدكتورة ناصرية بغداد العرجة مديرة إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية بدور الجائزة لتعزيز دور العمل التطوعي في العالم العربي كأحد روافد التنمية المجتمعية مشيرة إلى حرص الجامعة على دعم الجائزة كواحدة من المبادرات العربية المهمة التي تشجع على التطوع وخلال الحفلة تم تشين شعار جمعية الكلمة الطيبة الجديد وعرض فيديو جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي لأفضل مشروع تطوعي بحريني كما تم عرض فيديو الاتحاد العربي للتطوع عقب ذلك قام سمو الشيخ عيسى بن علي بتكريم رواد العمل التطوعي العربي ثم قام سموه بتسليم جائزة أفضل مشروع تطوع في البحرين على فئات الأفراد والفرق والشركات وتكريم الجهات المتعاونة من جانبهم أعرب رواد العمل العربي التطوعي عن شكرهم لسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة على هذا التقدير مؤكدين أن جائزة سموه تسهم في تشجيع المبادرات العربية التطوعية في العمل التطوعي قيمة إنسانية نبيلة ترتقي بالإنسان وتنمي مبادئ تأصلت خصالها في مجتمعاتنا الخليجية والعربية وكانت أساسا لحضارة مملكتنا الغالية التي نهلت من قيم العطاء المتأصلة لدى الآباء والأجداد الكرام جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي تعد بعدا جديدا يضاف إلى مسيرة التطوع في مملكة البحرين عبر استثمار خبرات تراكمية على المستوى العربي في العمل التطوعي الخيري والإنساني ذلك نحن كلجنة تحكيم واجهنا صعوبة كبيرة جدا في اختيار المشروعات الفائزة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الفرق التطوعية أو على مستوى الجمعيات أستطيع أن أقول أن جميع من شارك في هذه المسابقة مسابقة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وهي في حدود أربعين فريق وفرد وجمعية أو جهة مشاركة أستطيع القول أنهم كلهم فائزون حيث أن العمل الإنساني لا يحتاج إلى نوع من التكريم لأنه أصلا عمل إنساني مكرم في حد ذاته ولكن نحن نحاول أن نسلط الضوء على هذه المبادرات الإيجابية البناءة التي عززت من العمل التطوعي في البحرين تكريم رواد العمل التطوعي في النسخة الثامنة يضم نخبة من الشخصيات العربية التي أسهمت في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز المبادرات الخلاقة والتجارب التطوعية المميزة كان لقاء تلاقع حقيقي وعرض للتجارب المختلفة في مجال التطوع ودعيد لهذا اللقاء كمكرم ولكن في الحقيقة أنا أعتبر هذه الجائزة تتجاوز شخصي إلى عموم هؤلاء الجنود الأخفياء الذين يناضلون في مجال التطوع بنشكر اللجنة المنظمة على اختياري هذه السنة كأحد الشخصيات التي كرمت في جائزة العمل التطوعي وهذه الحقيقة البحرين كلها دائما تحب تساعد في العمل التطوعي وإحنا جزء من البحرين وشعب البحرين ودائما نحب نساعد وهذه تربينا عليه من أبانا وأجدادنا دائما أهلنا واللي حوالينا دائما يحبون العمل التطوعي لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي خطواتها الواثقة كواحدة من اللبنات المهمة في دعم بنيان التعاون العربي في مجال التطوع لتصبح الجائزة اليوم رافدا أساسيا لصقل المتطوعين بقصص نجاح متميزة من مختلف الدول العربية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر